الممارسات الإرهابية التي تتنوع بين الأمن والمنيشة الحزب كيف يشقع؟ أولاً ممارسات الإرهابية منها تدخل البوليس وثم الجيش في قضية اجتماعية بحت عملية في قصر هلال في قصر هلال في معمل سيوجي تيكس المعمل تابع للقطاع العمومي والمدير امتاعها معين محمد الصياح هذا جاء أتلف كل الانتاج اللي وقع لي أن وقتها مطر لما يلقلوا له الزينة هل يشتعرق المتاع هاليدي حرقوا حرقوا وعملوا أضراب والأضراب بعد ذلك جاء عملوا اعتصام بثلاثة أيام وجاء للأمن البوب يسميوها البوب يعني النظام العام الذي خلقه هو طهر بالخوجة تاون جولة طهر بالخوجة شوية جدا والإذاء مواضينا بالشوية بالشوية والإذاء قضيتنا قضية واحدة تخلي الجيش لأن العمال وقت اللي خرجوهم بالقوة المواطنين في قصر هلال عملوا انتفاضة أول انتفاضة وقت في قصر هلال وهذه وقت في أكتوبر بين 10 و 14 أكتوبر 77 يا شباب لن تعرف أن الانتفاضات موجودة مقبرة لن تعرف أن الشباب لن يعرف أن الشيء صار لأنني سأعصائي ترمون أنت مجموعة برقيبة أنت مجموعة أنت مجموعة السلطة ومجموعة النظام يحكوا هكي يحكيوا معنا يودي خطينا بعادل الشيادة أعلى كنا قوموا فيه بالطريقة اللي عندنا بسلحنا الوحيد يا وحددنا والتفافنا حول منظمتنا ونضالاتنا لأن نعجل الأضربات اللي وقت من 75 حتى 77 أولا نعطيق الأضرب تلك 377 أضرب في 75 بعد في 77 372 في 77 452 أضرب لا يرون دعوة للإضربات والله لا يا شباب ما هو هذا لا يرون دعوة للإضربات لأن تفرض أخرين أشياء يجب أن ندافع على كلامتنا والإخيرتنا والشعبنا لأن البيطالة كثرت والفقر كثرت هذا في عدلة ما يسميها باختيار اقتصاد حر قصر الهلال ما يعتبره بورقيبة ما هو تسعيس الحزب هذا قصر الهلال ينتفض ضده يدخل الجيش شعر تعرف الجيش المواطنين الذين وصلوا قبل لم يأتي الجيش المواطنين الذين وصلوا فرضوا مطالب العمال أو المواطنين وصلوا المواطنين وصلوا ثانيا كل المسجونين من طرف البوب خرجوهم جاء الجيش وبدأ يدرب السلح بصراحة قلوها إن شاء الله الجيش خدد الدرس في الثورة ثلاثين أربعين جريح